زي الأستاذ سامي فتح الموضوع نعم اليوم الصبح في شخص بيتواصل معي على الواتساب بيرجع بيهددني عن جديد وبيستعمل كلمات يا كلب وتفوع لك وتفوع على شرفك وانت بعد ما شفت شيء ونحن بدنا نفرجيك وأنا بطبع مثل العادة حط الأشخاص اللي بيحكوا معي هيك أستاذ يعني بيحكي معهم بطريقة موضوعية أو بجرب بيين وجهة النظر اليوم بلشنا الحلقة حكيت أنا وياه بالنهار بلشنا الحلقة على الساعة عشرة إلى تلت بيقلي بدي قلك بيعتذر منك لأن ضربتك على وجهك ونزلتلك الدم أنت من عمر بيه وأنا غلطان أنا اللي ضربتك على وجهك وقته هجموا عليك أنا بتمنى أنه هذا الشخص يكون حقيقي هو اللي يعمل هيك تقله أنا على الهوى أنا مسامحك وأنا مسامح كل الشباب يلي تهجموا علي إذا كان الكلام اللي أنا عم بقوله الموضوع أو الكلام اللي عم ندعي فيه أن نكون نحنا مع بعض ونحنا نشوف مشاكل بعض ونشوف مصالح بعض بلا ما نكون عم نفوت وراء خطوط وبلما نكون عم نعمل محسوبيات إذا نحنا كلنا بدنا لبنان شو ما كانوا انتماءاتنا إذا الحكي اللي نحنا بنحكيه هو إيجابة بيقدر يخلي شخص يعتذر عن اللي عمله ويعترف بيغلطه أنا بسامحه وأنا ما في ضغيني بقلبي ولا كره تجاه أي شخص وبالعكس نحنا بدنا حتى لو في مشاكل نضل نمد إيدينا ونكون نحنا كلنا أفضل ترجمة نانسي قنقر